ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أوضعت أوراق ترشحه رسمياً لدى المجلس الدستوري وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة حيث سينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرات المقبلة في مدى أهليات المرشحين عشرون عاماً قضاها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم تميزت الأعوام الخمس الأخيرة منها بغيابه وظهوره النادر جراء المرض وإصابته بجلطة دماغية عام 2013 اليوم تقف الجزائر على مفترق طرق من خلال انتخابات رئاسية إما أن تأتي بولاية خامسة لبوتفليقة أو تفتح طريقاً جديداً نحو التغيير وهو ما يطالب به العديد من الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع ونادوا برحيل الأخير وعدم ترشحه للانتخابات المقررة في نيسان المقبل الرئيس الجزائري كان قد نشر قائمة بممتلكاته كما ينص القانون وأقال مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال وعين وزير النقل عبد الغني زعلان خلفاً له تمهيداً للترشح في المقابل يرى محللون أن اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة بدون حزب أبرز منافسي بوتفليقة وأن آخرين أبرزهم عبد العزيز بلعيد الذي استقال من جبهة التحرير الوطني حزب بوتفليقة وأسس جبهة المستقبل ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قريني رئيس حركة البناء الإسلامية ليسوا معروفين كثيراً ترقب يشهده الشارع الجزائري بانتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة عن مستقبلهم بعيداً عن الجمود السياسي الذي كان سيد السنوات الماضية